أزول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد بلقائكم في هذه الحلقة الجديدة اليوم موضوعنا مميز جدا فأنا جد سعيد لتقديم هذه الحلقة وبالضبط هذا الموضوع لأنني أعرف أن هذا الموضوع ينتظره الكثير من الأشخاص وأيضا سوف يحل مشكل كبير يعاني منه الكثير من الأشخاص وهو مشكل اللغة يعني أنا في الفيديوهاتي أنصحكم دائما بالعمل مع أمازون وبالعمل مع أدسنس وأيضا العمل فريلانس بشرط أن تتوفروا على مميزة أو مؤهلة أو تأهيل أو خبرة أو يعني أن تكون لديكم كومبيتونس يعني مهارة في مجال ما مثلا التصميم مثلا برامجة المونتاج إلى آخرين في حالة ما لم تكن لديكم أي مهارة وفي حالة ما لم تكن لديكم اللغة الإنجليزية في من الصعب جدا العمل كفريلانس يعني أنا لا أنصح العمل يعني فريلانس يعني عمل حر فقط من أجل ربح دولار أو دولارين أنا لا أنصح بهذا بثاة أنا أنصح بتألم مهارة ما والأمل في تلك المهارة كمتخصص يعني في البرمجة أو إلى آخرين لكن في هذا الموقع المميز والذي قلت لكم يعني بسببه يعني أنا متحمس له أنكم سوف تعملون باللغة العربية تماما لكي أضعكم بالضبط في الصورة سوف تعملون في مجال يسمى باللغة العربية الإفراغ الصوتي تعريفوها بكل بساطة أنهم سوف يعطونكم أوديو يعني تسجيل صوتي أو فيديو وأنتم تقومون بكتابة ما تسمعون يعني يجب أن تسمعوا بشكل جيد وأن تقوموا بكتابة ما تسمعون باللغة العربية لكن للأسف لدي خبر صيء جدا يعني فعلا محزن أنهم قاموا بعمل لميت لللغة العربية ففي السابق كنا نتسجل ونقوم بإجراء الاختبار بسيط جدا وبعدها نقبل ونبدأ العمل أما الآن لحسب ما لاحظت ولحسب ما فهمت وأتمنى أن يكون فهم خاطئ أنهم قاموا بعمل لميت طبعا سوف أشرح لكم كل هذا بالتفصيل الرابط موجود في الصندوق الوصف تقومون بالدخول إليه والبحث عن سين أب طبعا يمكنكم استعمال الهاتف أو الحاسوب يعني لا يوجد أي مشكلة يعني كلاهما صالح في تطبيق هذا الشرح بعد الضغط على سين أب ننتظر الآن لدينا ثلاثة خيارات لتسجيل سواء بطريقة يدوية يعني نقوم بإدخال إيميل والإسم والكمباني وأندستري وبوصورد الأخيري أو ببساطة نقوم بالضغط على فيسبوك أو جوجل أنا أنصح بالتسجيل عبر جوجل إذن بعد التسجيل عبر جوجل تظهروا لنا هذه الصفحة طبعا بداية فقط أريد أن أضعكم في الصورة لكي تعرفوا حجم الموقع لأن هذه المنصة ليست صغيرة بثاة هذه المنصة منصة ضخمة جدا أي ملاقة صراحة نقوم النزول إلى الأسفل لكي نرى شركاء هذه المنصة يمكننا بداية أن نراحظ أن نيتفليكس وبي بي سي هم من بين شركاء هذا الموقع أو هذه المنصة يعني هذه المنصة ضخمة جدا يعني لكي تعرف مع من سوف تعمل أيضا إذا صعدنا إلى الوسط سوف نجد شعارات الجامعات أعرق الجامعات الغربية وعندما نجد شعار جامعة ما وخاصة جامعة ستانفورد وهو كومبرج فنحن هنا يعني نتكلم عن موقع يعني صادق جدا يعني مستحيل لأي موقع مهما كان أن يضع شعار هذه الجامعات وأن يبقى شغال إلا إذا كان يعني صادق فالموقع صادق تماما لا يوجد أي مجال للشك مثلا ولو 0.0.10 لا يوجد أي مجال للشك في هذا الموقع من ناحية المصداقية إذن لكي نكمل التسجيل فلحدود الآن لدينا حساب فلكي نكمل التسجيل كأشخاص يريدون العمل في هذا المجال نقوم بالنزول إلى الأسفل تماما ونقوم بالبحث عن Work نقوم بالضغط على Work ثم بعد ذلك لدينا هنا بعض المعلومات التي سوف يقدمونها لنا أول شيء لكي أضعكم في الصورة ففي السابق كنا نضغط على Apple Now هكذا ومن خلال القائمة المنبثقة كنا نجد هنا اللغة العربية نجد هنا Arabic لكن الآن تم حدف هذا الخيار يعني العربية لم تعد هنا ألاحظ أن اللغة العربية غائبة وحتى اللغة الفرنسية غائبة لدينا الإنجليزية والألمانية لدينا الإيطالية واليابانية ثم الكورية والروسية لكن لا وجود للعربية نهائيا ولا حتى الفرنسية لكن بالرغم من ذلك وضعوها هنا في هذا المكان في الأسفل Jobs Language تقومون بالضغط على Arabic باختيار اللغة العربية ثم في هونيسو في أعطاننا بعد المعلومات أولا يخبروننا بأن الدفع أسبوعي يعني كل يوم جمعة يدفعون يدفعون لنا المال المحصل عليه يدفعون لنا سواء عبر بايبال أو عبر بايونير وأيضا يخبروننا بأن الدخل المتوسط الشهري للأشخاص الذين يعملون في القسم الخاص باللغة العربية هو 245 يعني أقل أو المتوسط الذي يربحه هو الشخص الذي يعمل في هذا المجال وفي هذا الموقع يعني في القسم الخاص باللغة العربية هو 245 والشخص الذي يعمل بفول تايم يعني جميع الوقت فهو 1495 دولار شهريا يعني مبلغ خيالي جدا لكن طبعا هذا الذي يربح 1495 فهو يعمل فول تايم يعني لا يفعل أي شيء إلا العمل في هذا الموقع المشكلة كما قلت لكم أنهم قاموا بتقييد اللغة العربية فبالتالي لا يوجد أي مكان آخر للتسجيل إلا عن طريقة الضغط على request for job يعني التقدم بالطلب للأمل في تفريق الصوت باللغة العربية فمباشرة بعد الضغط على request for job تقومون أولا بالتأكد من أن أنكم قد اخترتم هذا الخيار إلا تقومون بكتابة اسمكم الكامل ثم في الكمباني نايم يمكنكم كتابة أي شيء أو تتركوها فارغة ليست مهمة يور إيميل تقومون بإدخال الإيميل الخاص بكم فون نابر تقومون بإدخال الرقمات فيكم وهنا في تكست أوف إيميج تقومون باستعمال طبعا إذا كنتم لا تجدون مثل اللغة الإنجليزية قوموا باستعمال جوجل ترديكشن وقوموا بكتابة العبارة التالية قوموا بكتابة أنا مهتم جدا بالعمل معكم في ترانسكريبشن جيد قوموا بكتابتها هكذا وقوموا بترجمتها طبعا باللغة الإنجليزية قوموا بنسخها وقوموا بوضعها في هذا المكان text of the message ثم تقومون بالضغط على submit إرسال وعلى حسب ما فهمت منهم أنهم من المفترض أن يأتينا الرد في ظرف يومين عندما يأتينا الرد سوف يتم تفعيل حسابنا وطبعا بعد ذلك سوف يعطوننا اختبار أو مجموعة من الدروس سوف نقوم بقراءتها مقالات ودروس إلى آخره وبعد ذلك نمر إلى الاختبار اختبار بسيط جدا في ظرف دقيقتين وبعدها يتم طبعا إذا نجحنا يتم قبولنا وإلا إذا لم ننجح نعيد الاختبار مرة أخرى إلى أن ننجح ويتم قبولنا ونبدأ العمل طبعا هذه التفاصيل سوف أشاركها معكم في جزء الثاني من هذا الفيديو فانتظروا الجزء الثاني بعد قبولي إن شاء الله وبعد ذلك أشرح لكم بقية التفاصيل شكرا جزيلا لكم على المشاهدة ونلتقي في فيديو آخر إلى اللقاء